موسيقى 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 نرجع معكم للبلتو بعد هذا النغم الجميل يجيكم بصوت لطيفة العرفية ونواصلوا استضافتنا هذا الصباح معظو يوفنا لأثوا معنا حواراتنا لليوم سعيدة جدنا أن نستقبل مدام منجية اللبين رئيسة جمعية النساء العربية المتخصصات والممثل القانوني الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا وشكرا على الاستضافة وشكرا للأعوين متاعك الكل يقاموا بالحسن الاستقبل ياتيك الصحة مشكورة جدا على الحضور معنا هذا الصباح ورحبوا أيضا بنهر وند مزراني طالبة أهلا وسهلا نهر وند محليه اسمك يا نهر وند شو معنتها نهر وند اسم وردة وردة هي البرشة وهي وردة باش نتحدث معاكم على ملتقى طلابي يوم 30 مارس 2022 و22 يعني غدوة تحديدا ملتقى بين طلاب تونسيين وطلاب من جنسية مختلفة جنوب الصحراء الكبرى خلينا ناخد معاك أكثر تفاصيل مدام منجية اللبين على الملتقى هذي عليش تم تنظيمه وفي أي إطار يتنازل سمحني نحب نقدم ساعة شوية الجمعية متاعي تفضل هي جمعية نسائية هي موجودة تعمل على تعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية مستدامة وانتي تعرف أهداف التنمية مستدامة هما 17 فيهم الصحة فيهم التعليم فيهم الثقافة فيهم الاقتصاد فيهم الماء والطاقة كم أنا معناها الدكتورة في الهندسة الكهربائية نعمل برشا على التاقة ورئيس جمعية التاقة المتجدة نحب نعمل عمل للمرأة ونحبها تكون ريادية في التاقة هذي البرنامج الجامعية متاعنا ونحن نحب تمكين المرأة العربية والإفريقية لهذاك المنتدى هذي يجي في صلب أهداف الجمعية نحن نحب تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعلميا طيب جدا هذو ما نخدمه عليهم الأهداف هذو ما كهدف وإلا كشعاء تمكين المرأة تمكينها من ماذا تحديدا وكيفيش هذا الأهم تمكينها من ماذا تمكينها اقتصاديا يعنيها يجبها تكون هي رائدة في الاقتصاد نعاونها في البرامج في المشاريع متاحها نعملها تكوين نعملها تكوين فما اللي ما نتلهيوش كان بالمرأة المثقفة ونتلهيوزادها بالمرأة المهمشة أكثر خاطر هي اللي حاشتها بنا دونك احنا نبعثولهم مشاريع وحنا بيصدد بعض مشاريع للفتيات دونك مثلا سيدات مثلا لهنا في الدار قاعدين لكن عندهم مهارات ينجموا من تقدموها هل أنه يتصلوا بكم وإلا عندكم فروع في الولايات وإلا الجمعية واحدة مقرها في مكان معين نجموا من خلالها يتصلوا بكم وإنتما مثلا كيفاش تستقبلوهم هل أنه تختاروا السيدات شنو اللي يمتهنوا وشنو الحاجات اللي ينجموا يكونوا متمكنين منها وإنتما تساعدوهم في بعض مشاريعهم هي اسمها المرأة المتخصة يعني المرأة عندها مهنة عندها تخصص حتى الحيرة فيها عندها تخصص لأن الحيرة فيها هي فننة هي مبدعة هي مرأة مبدعة احنا نعاونوها فيش بش نعاونوها احنا قاعدين نخموا بش نبعثولهم منصة لترويج المنتوجات متاحهم معي حرافيات معي حرافية مادام ساميرة مجور قادة تخدم معي دونك بش نبعثوا صناعات التقليدية اي صناف الصناعات التقليدية بش نعملوا منصة كيفاش نجموا يروجوا المنتوج متاحهم و بش نعملوا لهم زادة تكوين بش نجموا هما نفسهم يستغلوا كل منصة هardıك خطر انت تعرف مشكلة حرافية الكل هو ترويج المنتوج دونك ترويج المنتوج يجبوا يكون دونك احنا كنا عاونوهم باش يروجوا منتوجهم على المنصة وانتي تعرف توا التثقيف الرقمي توا تجارة الإلكترونية ما عنيش معاش هاربين منها معناها لكلنا دونك الحرافيات ما يتمكنوش من المعرفة بتاع التقنيات التجارة الإلكترونية دونك احنا باش نعملوهم تكوين تكوين وباش نعفدوهم وباش نتابعوهم في أعمالهم طيب نرجع للمنتدامنا كأننا تحب انقدم لك المنتدامنا المنتدام هو المنتدى الطلابي بين طلاب تونسيين والطلاب جنوب أفريقيا الصحراء الكبرى هما طلاب يجيوا للمدرسة يقرأوا عنه وفي تونس عنا في تونس برشة طلاب يجيوا للتونس ويقرأوا في تونس وتونس تنجم هما أفرقة هدوما هما أفرقة لكم أفرقة يجيوا يقرأوا في تونس ونجم تونس تكون هي المركزية العامة للطلاب هدوما نجم تستقطبهم بتسهيل خاطر يجب انسهلولهم شو النجم انسهلولهم انسهلولهم اندماج الثقافي احنا عنا عاداتنا عنا تقاليدنا وهم عندهم عاداتهم وعندهم تقاليدهم البرنامج بشنا عملوا غدوة هو في صلب الموضوع وانو الطلاب هدوما بش يحكيونا شوي على عاداتهم بش يوريونا عاداتهم في الماكلة في اللبسة كما احنا كيف كيف الطلاب متاعنا بش يوريوهم العادات معناها متاعنا وتقاليدنا ولبستنا الاندماج الاندماج الثقافي بين الطلاب التونس ولكن هنا الطلاب هدوما اللي يجيونا لتونس يلقاوا برشة صعوبات برشة صعوبات منها تجديد الاقامة مثلا انا قدش انا طوان نهرا وين طالبتي طوان بعض ما دي الساعة ما ساعد تدخل تقرأ عندي وطلباتهم يقرأوا عندي زادا يغيب قدش من مرة يغيب خطر يمشي مسكين يعمل الوريق متاعهم خلنا تحدثوا في جنب ثاني على صعوبات اللي واجهوها للطلاب الأفريق حبيت انت حكيت على الثقافة التونسية والثقافة متاع الأفريق جنوب الصحراء اللي بيش يكونوا أيضا طلاب وما حاضرين في هذا الملتقى نهرا وين انت طالبة مشاركة أيضا في الملتقى هذي وجيتنا بلبسة تقليدية تمثل العادات والتقاليد متاع التوانسة ساعة لبسة شنوة معناتها تمثل أي جهة هذي تونسية ولا حمامية ولا فارم لاتونسية انت جربية ما لبسرنيش اللبسة جربية فيها برشة اللبسة جربية بيش نعتيك الميكرو عفو نهرا وينت كنت نجم تاخذ الميكرو صوت مش واضح برشا بيه واضح انا بخزدان دو كلوب راديو ايفنت سباقي دونك كما كنت حكي مادام منجاية اليفنمون تاعنا ذي اسم قاعة الخابية في الكوتي اللي كنت حكي فيها مادام احنا حبينا نزيد التوشم تاعنا لخاطر عني كل مرة ناخد نحن احنا كلمة قاعة الخابية نقولوها معناتها كي بش نجبدو حاجة من قاعة الخابية بش نجبدو حاجة من قاعة الخابية بيه بش ما نطول الشيسر مسيلش خود راحتك بيه داكور دو كما كانت تحكي مادام منجاية نزيد عليها اللي احنا في كل ايفنمون كل مرة كما نقولو ندورو على مجال قبل اخر ايفنمون ندورنا على المجال سبار ميكانيك تاو كما نقولو حاجة تاقي دية متاعنا عليش اسم قاعة الخابية خاطف اليفنمون هاذا يا أبار اللي بش نجيبو كما نقولو بتاع نقشة عن حاس اللي بش عمل الشاشية غاديكا وقتها تشوف انت كيفاش تتخدم اللي عندو كما نقولو على الفخار اللي يخدمو كل الحاجة تريزة باليد بش نجيبو الكراهب كلاسيك تاقبل سبعينات دونك عاش اسمو ذاقع الخابية خاطف نجيبو حاجات من قبل دونك اتي في اليفنمون هاذا بشتدخل بشتلقى من اللول كما نقولو هكا شو متاع كراهب كلاسيك تاقبل كوكسينيل الكراهب لقبل تاقضو من يعني أبار هاذا بش نجيبو المغرمى متاع الكباج تاقبل يهو البليو ماشين دونك بشيجيو يعني تاقضو جماعة تاقبل وكل كما نقولو سي محمد طيب بوناتيرو سي نجيب قاسا دونك بشيجيو يحكيونا على غرام تاقبل وجونغ يفسروا يعني خاطر قبل كما نقولو احنا تقولوا البندية ولا كباش موش فاهمين اللي حكاية صحيحة متاع الغرام هذا عليش تم الاختيار على التام هاذا متاع قاعة الخابية وعلى المحور هذية اللي قاعدين تخدموا عليه كيفاش جيت الفكرة يعني احنا في مارس ما لغزمو هو فايلة محالة قد واتخان في حابين حطولو سيز مارس وقتها كما نقولو نشملو الليباس التاقليدي وكل شيء ومبعد وقتا جيت في العطلة دونك قلنا عشلي نوخرو فيه ونقعدو في التام تعليباس التاقليدي اما نزيدو التوش متاعي يعني كيب انت بش تجي مالغوز موتا احنا اللي جنك دبش عليك يعني كي تشوف جوز بارغزمبل مارس على الوستقليدي ممثميش حالة تجبد مزيل دونك انت تعملو التوش هذيك بش يجي هو في اليفنمون هذيك يتفرج ميالقى حاجة دو يعني كيما نقولو مش كي قبل يعني انا بش ندخل نقول لك بهذي اليفن موقع الخابية انتي بش تسأني تقولي شنه يقع الخابية دونك ذيك هو الكيستون احنا نحبو اللعبات تسألو بش انا نجي نقولو راو كيما توقوت لك عانا الكراهب الكلاسيك عانا الغرام هذيك بالحق راهو غرام كيما نقولو بير غرق كيما نقولو قاع الخابية فولا عانا كيما الفاس انت عن نقشة والشاشية معادش برش يخدمون قدامنا يعني نجي نقولو كل شي ملقديم ملقديم والا بار هيدا بش تلقى يعني نسل كل لبسة سفسيري كيما نقولو النقشة متع الامازيغ تأقبل لقبل يعني والحاجة هذي حابين نوريوها للأفريقى اللي معنا اللي سبساغيان حنقولو بش هما يوريو التقايد متاحهم واللبسة خطموش كيف كيف جملة كيف ما نعرفو اللي هما زيدة من قاع الخابية اللبسة متاحهم متع قبل جنوب الصحراء والا يعني كيما نقول تجي تلقى بش عملو كيمة ترابيع تعقب بحراء بش نقوا خليط ومزيج معناتها ذيك النقهة فيش يعني يعني افن مو خارج على الإطار كيما نقولو يعني مش تلقى حاجة تقريدية متاع كل يوم يعني ذيك هو البيت كيما نقولت لك قاع الخابية هو تلاقح الحضارات بش تقول بشوف حضارات أخرى بش تشوف ثقافات أخرى وكيما هما بش يتعرفوا على الثقافة بالنسبة لهم مغربة زيدة ملا ما يعرفو هايش هما ما يعرفوش العقل اللي عادت متاعنا لك احنا بش نعلموهم بش نوريوهم بش نحضنوهم أكثر خب يا وفيش ينجم يساهم افن مو كيما هذا الملتقى هذي شنو ينجم يقدم سواء كان للأفرق التوينس اللي يجيوا للتونس وإلا للتوينسة اللي زادا يكتشفوا حضارات أخرى متاع أفرق نحكي لك أنا على الكوتي وين نقرأ مالو غزمون كيما نقوله ما زلت عنا العنصرية في بلادنا والكل دونك حتى كي يجيوا كيما حنقوله في الكوتي ها نقرأوا ديزنجينيور وكل بقي مش كيف كيف أما ديما مالو غزمون هما عندهم الكوتي متاع دو ما يشوف تونسي وإلا حتى عبد أبي دخولك فره ويضحك علي شبي ما نفهمش فيه احنا في الانوان هذي كيما قد من دمونجي نحظن انا كيما نقوله صددياتك في إذنمان بشدي تقايد متاعك بشنا نتفرج عليك عن الموهبة متاعك وأنتو مالغا ديك كيفاش كيما نقوله دينا متاعهم وكيفاش يلبسوا خاطر يعني كل كيما نقول لبس وكل كلام حتى يقولوا كيما نقوله عندهم حتى ومكلم أزمان عندهم فيها عبره احنا كيما نقوله برغزمب نحكيوا بالدرجة وإلا بالشلحة في نقه الكلم هذيك هاكا نتعرف على بعضنا وهذه وسيلة باش نتقارب مع بعضنا يعني هل مازالت العنصرية موجودة في بلدنا وكيفاش تلاحظها شنو الظواهر متاحا هاني قلتك احنا كبالظامل مدى نمشي في الكيس ولا حاجة احنا نحكي بالفرنسي هاكا نتقارب في هاكا في السيجي وديك تفادليك بالدرجة يقولك ها تضحك علي طول ديركتما دونك هو يعني الإطار اللي فيه ميحسوش بالانتماء دونك ديجاتا قاهم اللي يجي ميخو فكرة راهم عرب راهم مسلمين دونك راهم بالحق ما همش بش عتمني جكوتي متاع الحنية بش نرجع مع مدام مونجية اللبين ونكمل في نفس الإطار الصعوبات اللي واجهوها الأفارقة كي جيوا لتونس ابداهم اللوريق ابداهم السكن ابداهم الصعوبات المادية اللغة واللغة والتواصل واضح والتواصل وهل أنه العنصرية تزيد تعمق مشكلتهم رغم القوانين الكبيرة اللي تجرم اليوم العنصرية والله احنا في مستوى الطلبة معنيها راو فرق بين المهاجرين الموجودين عنا اللي يخدموا في تونس وبين الطلبة الطلبة خاطر كي جيوا عنا نحنا احنا نعملوا مستحيل متاعنا باش ننستقطبوهم باش ننجوهم مع طلبة تونسة ونقولولهم ديما قلهم خاطر هما كي جيوا يلموا بعضهم وحدهم يسكروا لارواحهم دونك احنا نكلموا نقولهم اسموا لكم جيتوا في بلاد هنا يلزمكم تندمجوا مع التوانسة تتعلموا اللغة بدلوا تتحكي ونقولهم واحد دقة تونسي وسيبساغي يعني نبدلهم مقعدوش مابعادكم الكلكم دونك بشوية بشوية هما يفهموا لي ما فهمش نعلمهم الانديميج ونعلمهم اللي رحابة الصدر موجودة في تونس باش احنا نستقطبوهم خاطر هما يجيوا ليدات صغارة يجوا عمرهم 17 سنة طلبة 17 و 16 سنة عنا واحد 16 سنة ويقعدوا يقعدوا في تونس ويقرأوا يرغبوا البلدين هما الوبجيكتيف متاحهم باش ما نكذبوش ها ساعات فما برشا منهم الوبجيكتيف يستعمل تونس باش يتعدى للأوروب باش يقرأ ويخوش خيدة ويخوش خيدة ويخوش اللغوب لك عندو ولكن علش هما في بلدين هما ما عندهمش يعني الكاليفيكاتش متاع الدراسات اللي تنجم تخولوهم يدخلوا لأوروب لأ خاطر من هنا اسهل اسهل من هنا اسهل لهم كما احنا يخمو كي يمشي لإيطاليا ولا كيشان يمشي لبح نفس دونك هما وحنا وحنا علش نحبوه الولاد هذو مستقطبوهم وننمجوهم خاطر غدوة باش يمشيوا البلدين هم باش النجم النجم يكونوا قادة في بلدين متاحهم نجم هما يكونوا معناها في دي سوسيتي كبار بالقدار ووقتا هو يعرف تونس ويحني ولي حني لتونس ويولي معناها يرجع يستثمر في تونس هذي من اللي احنا الوحيدة متاعنا اللي احنا نحبو الاندماج بين الطلبة متاعنا وان شاء الله أولادنا زادة هما بيدهم كيبدأوا يعملوا علاقات معاهم نجم زادة عندهم افاق في افريقيا طو افريق ببانا محلولة بمحلول وهذا هو تبادل الثقافي وايضا الاقتصادي بين جانب التونسي والجانب الافريقي هذا مهم في العلاقات الديبلوماسية وتم تين العلاقات أيضا مع الافريقيا لأن افريقيا هي قاطرة كبيرة للاقتصاد والاستثمار وكيما معنتها تونس لجلب استثمارات خارجية اللي من شأنها أنها معنتها تعطي فالوغة جوتي للبلاد هذي كل مرتبط بعض وانتو ما يعطيكم الصحة في الجمعية متاعكم اللي هي جمعية النساء العربيات المتخصصات اللي تحتضنوا الافريقيا هذوما خاصة اللي هما طلاب يجيوا يقرأوا في بلادنا ترحبوا بيهم تعتنيوا بيهم تكونوهم تقريوهم تأتروهم عملنا بعيزانبول وتعاونوهم خاصة في الصعوبات اللي يواجهوها في علاقة بالسكن وبالإقامة وغيره حتى في الصحة نعم عملنا كتابر غوز كنا تفكر دونك عنا بنيات عندهم مشاكل في الصحة نواجهوهم ونبعثوهم لزملائنا يدويوهم معناها بلايش يدويوهم ويرشدوهم وانا طبا نشكرهم من هنا من الصيادية خاطر برشة ناس تعاون فينا يعطيهم صحة لكن انتو كجمعية تشرفوكين على الطلاب الفارقة المهاجرين الغير نظاميين والغير شرعيين واحد من الاهداف انتعنا لا احنا نخدمه كل شاهده الكل أفرقة الكل لا الأفرقة الكل المهاجرة المرأة المهاجرة على أكثر المرأة المهاجرة هي اللي نخدم عليها الأكثر ولكن بحكم احتكاكي أنا بتطلب هذوما أنا ديما نحن باش نجم من الولاد هذوما نحتضنهم ونخدموا معهم ونطوروا العلاقات بينهم بين توينسا الملتقى باش يكون غدوة 30 مارس ملتقى بين طلاب توينسا وطلاب من جنسيات مختلفة جنوب الصحراء التام المحور اللي تشتغل عليه هو من قاعة الخابية مش تلقاوا النموذج تلاقي حضرات ثقافية ما بين الثقافة التونسية والثقافة الافريقية جنوب الصحراء اللي فينمون هذي بش يكون غدوة العشية تحديدا غدوة من الحديش للخمسة متع العشية للخمسة متع العشية به يعطيك الصحة مادم منجية تحب نهل أواند تقول كلمة خيتي مرسي مرة أخرى وفي بتلقاوا البروغرام هذي كما قلت في قاعة الخابية دونك ثم حاجات اليوم بش يكون ثمعنا سولة مية أسطنبيلي بش يكون بعد في الأخر في كل شغط على اللي فينمون بش نجيبوا الفرس يعمل سبكتاكل صغير غاديكا دونك مرحبا بيكم ناس الكل بحدينا ومارسي مرة أخرى يأتيك الصحة شكرا مادم منجية تحب تقول كلمة أخيرة نحب أن تسمح لي مادم فاتمة وأنه احنا جمعية النساء العربية المتخصصات بش تقوم قفة رمضان دونك احنا نعاونوا النساء ذو الحاجة كما المرأة اللي تعيل في معاق اللي زوجها معاق اللي أرملة اللي ما عندها أطفال معاقين دونك هدوما تصلوا بيكم تصلوا بنا عندكم صفحة الفيسبوك جمعية النساء العربية المتخصصات تلقوا لكوردوني متاع الجمعية تولي ديتاي تلقاوهم على صفحة الفيسبوك يأتيك الصحة مشكورة جدا وبركة لو فيك لاستضافة يأتيكم الصحة لكل يأتيك صحة مدام منجية لبين نشكرك مرة أخرى على الحضور ونهر وند مزراني شكرا أيضا إن شاء الله بالتوفيق لكم غدوة نمشي ونواصلوا معاكم بعد قليل نتحدثوا على الصيد البحري والإشكاليات في علاقة بالصيد البحري ونتحدثوا أيضا على السوق مفتوحة اليوم تقريبا بداية من منتصف النهار في شارع الحبيب بورقيبة سوق من المنتج إلى المستهلك أكثر تفاصيل بعد قليل نرجع معاكم وعودة للبلاتو كنت قدمت الموضوع متاعنا الآن ونتحدثوا على سوق للمنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة سيتم افتتاحها اليوم مهرجين تونس اليوم تعيشوا في شارع الحبيب بورقيبة بداية من منتصف النهار مش نتحدثوا في أكثر تفاصيل معا سي نوردين بن عياد رئيس نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أهلا وسهلا سي نوردين أهلا وسهلا مرحبا بي مرحبا يا عيشك نبدأ بالسوق للمنتج المستهلك بأنه ومبعد نتحدثوا في الإشكاليات زي دا اللي في علاقة بصيدة التوينسة بداية السوق هذي من المنتج للمستهلك اتحاد الفلاحة والصيد البحري هو اللي ينظمها ناخد أكثر تفاصيل معك نعم هي في الحقيقة معناها تظاهرة سنوية يقوم بها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على مستوى مركزي والمقر معتاد معتاد عادة شرع الحبيب بورقيبة وكذلك الشأن في بقية الجهات الأخرى السادة رؤساء الاتحادات الجهوية بمعاية السادة الأولاد لتنظيم هذا الحدث أو التظاهرة الاقتصادية الاجتماعية اللي في الحقيقة لمسنا في عديد المرات عندها وقع كبير عند المستهلكين وعند المواطنين واستحسنوها في الحقيقة باعتبار أنه يحسوا حتى بمنتجات اللي تنزل في هذا السوق منتجات معناها ممتازة وهي تمثل معناها منتجات من سواء كان البحارة أو الفلاحين وبأسعار معناها ممتازة وهذا في الحقيقة يخلق الفرق ما بين السوق المنتجي المستهلك إلى بعض الأسواق الأخرى وشفنا حتى بعض معناها اللي معقولة بين المنتجين في السوق وما بين الباعة في أسواق التفصيل إحنا مقابلين على شهر رمضان الفضيل نظمنوا بيش يكون ثم تزود بالمنتجات دائماً الناس قبل رمضان تتشكت تقول لك من غلاء الأسعار بادرة هدية حسنة أنه تكون ثم سوق من المنتج إلى المستهلك ياخذوا معناها ثم مش كالوسيطة كالقشار اللي السعر ديما وقت اللي ينقوله زيد السعر الوسطة والقشارة هما اللي دخلوا في الميزان وما اللي يخرج معناتها لشين ما اللي تخرج من عند الفلاح توصل للمستهلك توصل بأسعار غالية اليوم اللي تاخوا من عند الفلاح مباشرة شنو النجمون القاو في التظاهرة متاع اليوم؟ الساعة تبدأ نصف نهار تأكد لي توقيت؟ افتتاح السوق هو نصف نهار واضح وبحول الله تكون فيه أكثر من خمسة وخمسين وستين عرض واضح بجميع الاختصاصات والقطاعات من خضروات وغلة وبيض دجاج معناها اللحوم البيضاء خاصة معناها متوفرة المواد الاستهلاكية الرمضانية متوفرة ومن خلال البرنامج الحوت والحم الحوت متواجد أكيد من بحره لأنه معناها بحارة حلق الواد وبحارة أريانا وبحارة بنزرت وقليبة بشيكون متواجدين بحولها كما العادة ولكن لابد بش نشيروا أنه للمستهلكين راهوا المنتوج الفلاحي موجود الفلاح معناها الإنتاج العادة معناها ربما نفقد بعض المواد منه في رمضان بحول الله معناها رمضان هذا متوفر كل شيء ما نتقلقوش ولكن لابد كما نشيروا كما كنت تحكي سيتك على أساس أنه راهوا فرق ما بين أسعار سوق المنتج المستهلك وبقية الأسواق التفصيلية الأخرى أو بقية الباعة ربما على ذفاف معناها الطرقات لابد باش علق الشر الفضيل الهذايا لابد باش نخمه في قفة المواطن وفي قدرة المواطن يبدأ اليوم بداية من منتصف النهار يمتد إلى أي يوم إلى ست أيام ست أيام في شرع الحبيب بورجي ثم خيمة باش تصير خيمة كبيرة جدا وإلى في اللافنو الكل باش نبقاول لا 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 في مكان مخصص في مكان منتع العادة خمسين ستين عرض يبدو متواجدين يومين تلت الأيام هذه ومن هنا معنات اللي باش يقضي قضية رمضان يتعدل يهبط الشرح ب بورجي باي هي البارشة سينورجيل لابد باش نشير كذلك وراء التظاهر هذه قام بها الاتحاد بمعية وزارة الفلاحة ومن خلال وزارة الفلاحة المجامع المهنية نحب نشكرهم على المشاركة معنا وإن شاء الله تكون عادة معناها مستمرة طول الألعاب السؤال الأهم نعم في النقطة عليش جاءت المبادرة هذه والله في العادة احنا نقوم بها قبل الرمضان على مستوى باش نفتتحوا بها الأسواق الجهوية ومن خلال هاته الأيام نفتحوا الباب للجهات زادة من معناها بدورهم أنهم لابد باش يقوموا بالتظاهرات هذه على مستوى الجهات ويحسسوا بلكون المنتج هاو الإنتاج هاو الأسعار خدر عشنا عشنا سينورجيل بن عياد على وقع احتكار برشا مواد غذائية ثم برشا مواد تفقدت من الأسواق يعني هل تأتي في إطار محاربة الاحتكار اه او عنا اليوم أسواق من المنتج إلى المستهلك ينجموا الناس ما يقولوش المواد ما نحنش نلقوا البطاتة وما نحنش نلقوا البصل وغيره ليه اليوم ثم مبادرات قاعدة سواء كان يقوم بها اتحاد الفلاحة وصيد البحلي وإلى وزارة الفلاحة ولا وزارة التجارة اليوم هياك المؤسساتية لكل قاعدة تخدم باش توري ان المنتجات متوفرة متوفرة وفي الحقيقة احنا مع كامل احترامنا للقوانين او المرسيم ولكن لابد اللي باش نعرف به بالنسبة للمنتجين عمرهم ولا كانوا يخزنوا وإلا معناها يحتكروا وإلا كده احنا فلاحتنا يجعلوش معناها يقطفل الخضرة متاعه والغلال متاعه ويسوقها معناها بنفس اليوم أو بعد الغد معناها ما تماش مجال انه باش نحتكره ولا باش نخزنه باعتبار معناها البروديو متاعنا بريسابل معناها ما ننجموش لحوت ولا 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 هذا كي يدخل في مسالك التوزيع اللي ربما ما زال يزمها شوية دقة ومتابعة حتى تصير السيولة في المواد في الأسواق لكن مع هذا ثم مواد مفقودة كما زيت المدعم المواد ممكن بعد مش نستقبلوا بحثين ممثلة عن وزارة تجارة باش أعطينا أكثر هو تفاصيل ناخدوا المعلومة من المصدر هكي خطر نحسوا كي تمشي باش تقضي تقول لك زيت المدعم مفقود ما هوش موجود في الصوف يكفي أنه نحو اللهفة ونحو الخوف والتخوف وبيحاول له بلادنا متوفر فيها كل شي تبقى بعض النقائص وبعض كذا دائما معناها ظرف اقتصادي تونسي ودولي حتى في أوروبا باش نلقاه ونقائص في العديد معناها من المواد ولكن هذا ما يمنعش اللي البلاد متعنا منجة لزيت الزيتون اللي يضاهي الزيت السوجة ولا الزيت الآخر ولكن ما نتخوفوش وبيحاول له لباس إن شاء الله طيب جدا نجيو النقطة مهمة أيضا احتجاجات واشكاليات في علاقة بالبحارة التوينسة الصيادة وخاصة الصيادة متاع التون نعم عليش جات الاحتجاجات هذه شنو الاشكاليات متاعهم وما هي الأسباب تحديدا شكرا في الحقيقة نتنقل من الجانب الاجتماعي والاقتصادي إلى الجانب النقابي في الحقيقة الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري ما يتخليش على منظوره وإحنا اليوم مسألة التونة الأحمر هي من قديم منظومة معناها غير واضحة حتى وإن كان معناها الحصص الموزعة على بعض الجهات ربما خصت جهات دون جهات أخرى واليوم وقت اللي يحس البحار بلي كونه مضطهد وحقه معناها في المخزون الكبير واللي توفر وتكاثر معناها بصفة رهيبة في بحرنا حتى وصل أنه يضر بمعدات البحار خاصة بحار السمك الأزرق اللامبارا وواحد يضر لهم في الشباك ومطلبهم الأساسي في منح الجهات المحرومة من حصص التونسي الأحمر في الجهات ولكن اليوم عشنا مخاذ كبير سنة 2015 2016 حتى 2017 والبحارة ربما تفعلت ما نقبلوهش احنا كاتحات حتى بشي يضر بتونس وبالحصة الوطنية لتونس عند المنظمة الوطنية الدولية ليسونا التونيات ربما تعطينا عقوبات مجحفة توصل حتى الخمسة سنوات حرمان من 2600 طن سنويا وبالتالي اهتدينا كاتحاد مع وزارة الفلاحة لضبط ربما برنامج اتفاقية برنامج معناها منح الجهات المحرومة من بعض الحصص ومعناها نجم وقلو توسعة الانتفاع بهذه الحصص إلى مراكب أخرى اليوم شات العملية ناشحة تماما لثلاثة سنوات ولكن هنا في الحقيقة نعيب على بعض مهنيين التي ربما تقلبوا على زملائهم حتى بشي مطعوهم من مستحقاتهم ولكن في غياب الألية لنجموا لكي نعطوا كل ذي حق حقه اليوم كاتحاد بعثنا الشركة المركزية للطن الأحمر والصيد البحري حتى تكون ألية مهمة لضبط كل ذي حق نحقه وفي الحقيقة الأمس قابلنا مع سيد وزير الفلاحة واليعد باش يفصل للمسألة هذه لأنه من خبيش عليك في الحقيقة اليوم بحارتنا اللي ارتدوا على زملائهم يعني هي إشكالية بحارة في بعضهم زيدا ولكن بيدعم ربما بيدعم من بعض العناصر اللي ما هو شباهي أنهم بشي دخلوا بالخايبة بين البحارة وإلا ربما يقول صراحة ابتزاز بعض المحامين معناها لي أموال البحارة هدوما حتى يخلوهم يرتدوا على زملائهم وإحنا الغاية ما هيش غاية أنه بش ناخو ونندور وجهي زملائك موجودين لأنه كنت طرف بالأطراف اللي طالبت بحسن توزيع الحصة هذه اليوم نحثوهم على أساس للرجوع إلى الجدة ولابد أنهم يكونوا مضامنين مع زملائهم لأنه في العمل التضامني عمل خير وعمل بركة يعني ثم مفاوضات جيرية ثم جلسات قعدة التن هل تتوقعون حل الأزمة هذه لمبينة البحارة وخاصة الصيدة بالتن الناثقة في صيد وزير الفلاحة الحالية وطم أنت أمس معناها سوى كان معناها للمجموعة القديمة اللي عندهم الحصص القديمة وإلا الجديدة لإيجاد آلية يعني اللي عندهم الحصص القديمة متاع الصيد بالتن ما يساعدهمش يعطيوا حصص أخرى لصيدة جدد نعم إن شاء الله يعني هنا تغليب المصلحة الخاص بالضبط ولو أنها هي الحصة الوطنية تتصرف فيها سلطة الإشراف اللي هي وزارة الفلاحة وعليهم ما تصرفتش يعني يعاد التقسيم يعني ما كانتش تتصرف بالتصرف الحكيم نقولها صراحة وليوم ربما انتفارت البحارة وانتفارت الجهات بكل لا لشيء اللي هم يحبوا إنصافهم من الحصة هذه وكل الجهة تأخذ معناها منابا لا يستطيع الاتحاد الفلاحة وسيد البحري التدخل لفرث هو سلطة قرار وسلطة اقتراح أيضا بيش يعادت جدولة النصيب متاع كل بحار عنده الحق في نصيب معنا سيد وهذا ما وطفنا لأخت العزيزة في الصحة في الحقيقة احنا محنش سلطة قرار بل قوة اقتراح مع سلطة الإشراف ومع الحكومة وإحنا اليوم مازال متمسكين كاتحاد في تطبيق الاتفاقية اللي من شأنها معناها باش تزيد تحسن وباش تزيد توسع رقعة الانتفاع إلى بقية بحارة أخرين اليوم عطينا عشرين مركب بانتفاع أربعة مراكب على كل مركب بالتالي يولوا عنا ثمانين وعشرين مائع إن شاء الله في المستقبل تزداد الحصة الوطنية نزيد نوسعه إلى مراكب أخرى المتضررة وبالتالي تكون المنظمة منظمة بدون ما نحتاجه إلى دخلاء أنهم باش يأججون البحارة فيما بينهم ويخلوهم مبيل المحاكم ومبيل المحامين والهنا دائما وابدان نشدد لأن المحامين ما همش فاهمين القطاع ما همش فاهمين معناها الوضعية من بدايتها حتى بشوصوا يبتزوا بحارتنا في معناها في في أموال طائلة يعني سراعات داخلية سراعات مؤججة مؤججة مبين زملائي زداء في بعضهم لهما صيدة ويشتغلوا على الصيد بالتن هل العمل متاحهم متوقف اليوم وإلى قاعدين يشتغلون هما في الحقيقة معناها منضبطين إلى ما جاءت بيه الاتفاقية وما يبحروش للبحر وما يجيبوش التن الأحمر ولكن حسب تهديداتهم وإن شاء الله ما تكونش العملية هكذا تهرب من يدين الاتحاد ويرجعوا إلى ما قاموا به سنة 2016 و17 وبالتالي معناها عقوبة لتونس معناها ما يتحملهاش القطاع وما يتحملهاش لأنه حتى الاتحاد الأوروبي وليه مدى خطورة معنتها الوضع إذا كان خرجوا على يعني النجم القوانين اللي إن شاء الله يا ربي ما يخرجوش إن شاء الله يا ربي ما يخرجوش لأنه نعرف العواطب انتهى وكين مدى خطورة العقوبة حرمان تونس من الحصة من تعطل الأحمر علقا لمدة خمسة سنوات والاتحاد الأوروبي باعتبار أنه شريك فاعل معه ربما يفسخ الاتفاقية معه وتكون الكارثة لقطاع السيد البحري ولتونس أنا رجائي كل الرجاء إلى سلطة الإشراف حتى تواصل في الاتفاقية الإيطارية اللي تعتبر قانون حتى من العرف تعتبر قانون لإنجاح هذا الموسم وإن شاء الله يكون من حصل للمعز عندها من بداية الثورة في الحقيقة ولكن خرجنا من المذيق سنة 2018 19 وعشرين وكانت العملية ناشحة مئة بالمئة إلا أنه كما قلت لك وقع تأجيج البحار هذوما وانقلبوا على زملائهم وكانت العملية معناها عكسية تقريبا عندها أسبوعين المفاوضات هل هي جيريا ثم تقدم وإلا الأمور تمشي كما نعرفوها في تونسك العاد ما لرزم أنا نقول لو كان ثم روح الصحيحة قد المسألة في ظرف أسبوع تتفضل قبل ما ندخل الموسم لأن الموسم يلزم نكونوا معناها جاهزين مع المنظمة الدولية لصونا التونيات بملفاتنا جاهزة وعدد المراكب منتعنا وعدد المنتفعي وبالتالي أنا نقول إن شاء الله حسب تطمينات سيد وزير الفلاحة تكون إن شاء الله بدرة خير ونواصلوا في برنامجنا كما جاءت بها الاتفاقية ورب وفقنا إن شاء الله مشكور برشا سينوردين بن عياد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري شكرا لك على الحضور معنا مشكور جدا طبعوا النقطة اليوم اللي بشو تصير في شرح ببركي ببعام المنتج للمستهلك بشي تم فتح السوق على امتدد ستة أيام بداية من اليوم منتصف النهر نواصل معكم نمشي والصابرين نعمل وطلع على الكوزين كولي ناغ متاعنا لليوم ثم نرجع لكم احنا توا بش نبديو في اللازانيا حضرة السوس متاعنا خلطنا كيما قلت لكم الحمى فروم بالسوس حضرة السوس بشاميل اللي هي ناخذوا الزبدة نذوبوها ونحطوا عليها مغرفة كبيرة زبدة مليانة نحطوا عليها مغرفة تين فارينة نخلطوا نحطوا رشا ملح ونصبوا لحليب لهناي لحليب كل واحد كيفاش يحب المهم نصبوا بشوية وعيننا ميزاننا من بعد حتي تحك كريم فريش وحتي تجبن ورشا صغيرة في الفلاكحل نجمو نحطوا نواد موسكات بالطبيعة بالنسبة اللازانيا اخذيت لوراق متاع اللازانيا متاعي يدوب حتيتها في ميدي في يدوب يعني تواليترية شوية ناخذوا القالب متاعنا نجمو احنا نقصوها كما هكا اول حاجة بش ناخذوا نصبو شوية من السوس بلونش في الفون متاع القالب متاعنا من بعض بش نحطوا ورقات اللازانيا وبش نصبو السوس كما هكا الهنة السوس متاعنا نجمو نزيدو لها لحباق اللي نحبو احنا بش نفوحوها بش نقعدو نعملو هكا حتى لين اخر اخر القالب متاعنا ولا الطبق اللي هو اللي بش نحطو فيه نجمو في حاجات صغيرات تبدأ معانتها دي بورسيون انديفيدويل نكملو هكا بش نكمل نحط مرة اخرى ورقة اللازانيا بش نحط شوية بالكل السوس بشاميل واخر كوش بش تكون طبقة بيه السوس بشاميل رشا جبن وندخلوها للفور حتى لين الطيب نجمو نستنيوها لين تبرد بش نجمو نقصوها ولا كي منها كي تبدأ سخونة اما القصة تبدأ مش مستوية برشا كي تبدأ سخونة اذاك عليش الحب بخزون تاسيون حلو وايستنى اللازانيا تبرد شوية بش كي قصها جي مستوية انا بش نكمل كي مواريتكم ونرجع لكم خاصة الموجودة في السوق نتحط على ضمان تزويد السوق بالمنتوجات والمواد الغذائية الاساسية نتحط على ضمان التزويد وايضا مراقبة هيكل الدولة لليوم تعرفوا انه شهر رمضان على الابواب ضمان انه بلادنا كل الاساسيسيات نلقوها فيها خاصة المراقبة الاقتصادية اللي تقوم بها زدى وزارة التجارة سعيدة جدا ايضا باستقبل الان سيرامزي الترابلسي المرصد الوطني للتزويد والاسعار اهلا وسهلا ومرحبا بيك شكرا على الخضور شكرا لك فاطمة وتحية لك وكيف مشاهدي القناة الوطنية به سيرامزي بداية نحب نعرف هل ان المنتوجات الاساسية متاعنا موجودة في السوق وما مدى وفرتها خاصة بداية نبدأ بزيت المدع بالنسبة المنتوجات الاستراتيجية اللي نحب نطمن به المستهلك التونسي اللي تقريبا بعد الارتراب اللي حصل في فترة سابقة تقريبا اليوم في مختلف الفضائيات التجارية هذا يجي الكل بتتبيع بعد اقرار جملة من القرارات تقريبا اليوم نضخف في كمية هامة من المنتوجات هذه نضخف حتى في كمية أكثر من نسق العادي بتاعها اليوم نعطيك بالأرقام تقريبا مدة الأرز تقريبا يوميا يتم ترويج أكثر من 120 طن من المدة هذه بعد ما كان نسق العادي في 60 طن مدة السكر تقريبا المعدل يومي بين 2000 و200 طن يومي بعد ما كنا في 1000 و1220 طن كيف مدة سميد وفرين فما برنامج يومي يستهدف 8 ولايات بالتداول تقريبا فما 1200 طن من السميد يستهدف 8 ولايات يعني 8 ولايات قد يش سمحني عاودي 1200 طن مدة سميد يستهدف 8 ولايات وعلى 3 أيام يستهدف تقريبا جميع الولايات يوميا فما 1200 طن تمشي 8 ولايات وكيف مدة تقريبا 2500 قنطار قاعدة تتروج يوميا بين مسالك مهنية هذا المخزون الموجود في السوق الذي تحطوا عليه قبل يكفي على متدة 3 أشهر يكفي اليوم بالنسبة حاجياتنا الاستهلاكية من المواد الأساسية تقريبا تكفي حاجياتنا الفترة القادمة بصفة طبيعية بالنسبة مع هذا ما أنت تونس تستورد بتبيعها وقاعدين يزيع على كما قلت أنت نسقي الوريدات ونسقي الانتاج اللي قاعد يمشي بصفة طبيعية استيرادتنا منين بالضبط استيرادتنا من عدة هنا ديوين الحبوب هو المكلف باستيراد مدد القمح تقريبا عنده عدة سيناريو تقريبا اليوم الأزمة كما قلنا الأوكرانية الروسية بتبيع أثرت حتى على المستوى العالمي ذلك بالنسبة لديوين الحبوب عنده سيناريوات بتبيع بش نخليوش نحن بتبيعتنا حاجياتنا وخليو يعني السوق التي نستورد منها أوكرانيا أو معنية دولة تتوجه لها تونس في استيراد القمح فما أوكرانيا فما بلدين أخرى زيادة كيف كيف يعني مش فما كان أوكرانيا بركة وعننا كما قلت لك يعني اليوم عنا هيكل المكلفة يعني بتوريد المويد الأساسية تعرف يعني كما قلت أنت يعني كما قلت عندها سيناريواتها يعني وما خليوش السوق متاعنا يعني ناقص شاء الله يعني فما انتظامية خلال الفترة القادمة نرجع لك على زيت النباتي تقريبا اليوم فما 7000 كانت جيت منذ فترة قصيرة تقريبا وتم ترويج تقريبا 80% منها وقت هذي هذا يوم الأسبوع الفارد تقريبا دخل 7000 تن يعني تقريبا الأسواق اليوم وصنة 80% تقريبا مترويج متاح يعني 7000 تن تقريبا انجاز توزع 80% ومزال 20% وكيف كيف فما 12000 تن اللي وصلت كيف كيف وقالتوا في وحدات التكرير وإن شاء الله يعني في غضون الأيام القليلة القادمة يعني نزودوا بها السوق على وعلى فما 15000 تن اللي بيشكون في شهر أفريل يعني نحن سياسة متاح صن إغراق السوق بالمواد الأساسية هذه نحن احتياجاتنا من زيت النبيتي المدعم تقريبا في 14500 تن شهريا كما قلنا عنا 7000 تقريبا يعني يعني تقريبا نروجنا على ذمة المواطن وشهريا يعني بش نجوز هالنقص خاصة في مادة الزيت النباتي المدعم طيب جدا سي رمزي الترابلسي أنا حبيت نتحدث زيد على المواد المدعمة منتوجاتنا عن الأحصائيات اللي تابتهم وزارة التجارة متاع المنتوجات المدعمة كأن زميلنا سيمي يخرجنا للأحصائيات متاع للأسعار خاصة متاع المواد المدعمة خلينا نعرف شنو موادنا المدعمة قدش السعر تحديدا خطة ثم منتوجات مدعمة وتلقى الأسعار متاحة منتا أغلى من الوزارة التجارة تعلن عليهم هي الكتابة الحقيقة مش بعيدة معنا تعليقها من نجم تقرأها لكن فيها الروس فيها نلقا الفارينة نلقا السميد دونك الهنا السميد كيلو بسبعة مئة وتسسعة صحيح صحيح هاي دونك الزيت النباتي تسعمائة مليم العجين الريذائي أبعمائة مليم 410 مليم تقريبا هذه الأسعار يعني هذه الأسعار حبيت نقرأها الحقيقة كاملة باش نعطي معنتها أكثر لسيد المشهدين دونك عنا سميد كيلو الفارينة كيلو كيف كيف دونك سعر المتاح ثمانية وخمسين فارينة صب كيلو 570 ثم ثم نوعينة ثم الكوسكسي كيلو 795 العجين الغذائي 850 العجين الغذائي نص كيلو 410 الأبيض صب كيلو ب15 الأرز الأبيض المعلب كيلو ب16 أبيض والمفور بالفين والمفور بالفين و300 الخبز الكبير 400 جرام الوحدة 130 مليم والخبز الصغير 220 جرام الوحدة ب190 مليم مع هذا 250 يبعو في هذا 250 كما قلنا نحن خرجنا قبله وقلنا اللي رأي المخابز المصنفة تقريبا هي الأسعار المتاحة ما تغيرتش 190 مليم للباقيت و130 مليم للخبز الكبير بالنسبة 250 مليم هي مخابز غير مصنفة واللي كما قلنا هي حرمة بطبيعة موش باقيت هذا مصنف يعني أقل حتى ميزانة ما يتجوز 150 جرام على ذلك يعني هو موش مد كما قلت مدعمة لعنا زيدة من المنتجات والمواد المدعمة لحليب نصف دسم الليترة بـ 1350 تمام نستقضي ومتعرش لسعار لحليب نصف دسم القارورة الليترة بـ 1300 وعنا حليب نصف دسم معبأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة بـ 1310 دونك زيت النباتي المعلب ليترة دونك السعر متاحة بـ 900 مليم والمنتجات السكر الصبة الكيلو بـ 14 المعلب الكيلو بـ 15 وعشرين المكعبات بـ 945 مليم وعنا زيدة القهوة القهوة الصافية الكيلو بـ 14 وخمسمية وستين وعنا القهوة المخلطة الكيلو بـ 8800 دونك هذي المنتجات المدعمة الأسعار متاحهم مضبوطة من وزارة التجارة معانتها نورمال الأسعار كما تعلن عليهم الوزارة معانتها ما تماش زيادة في المنتجات وما تماش نية حتى في المنتجات هذه خلال حتى الفترة القليلة القادمة به دونك ضمين التزود في السوق موجود ما تماش عليش الناس تتلهف على المنتجات هات نجيو لنقطة المراقبة الاقتصادية تعرفوا أنه في كي يقرب شهر رمضان ولا يقرب ما أنت تعرف التوينسة ديما تتلهف على القضية قبل الرمضان تكثر تكثر المخالفات وتكثر الناس اللي تعمل سليب الغش وغيره ما مدى عمل كمارصد وإلى كوزارة التجارة في القيام بالمراقبة الاقتصادية نحن نشوف قبل حتى ما نوصل لكتشحر رمضان نحن دي جار يعني بدنا من عشر مارس تقريبا يوم إقرار السيدة جمهورية مكافحته للاحتكار تقريبا بدنا برنامج رقابي شامل واللي استهدف تقريبا جميع الوحدات التصنيع وجوب تقريبا كيف كيف مختلف مسالك التوزيع واللي كان يعني جندت له جميع الوحدات الرقابية اليوم كان أعطيك بعض الأرقام تقريبا من عشر مارس إلى حدوث يوم سبع وعشرين مارس رفعنا أكثر من أربع علف ومائتين مخالفة اقتصادية تعلقت بالأخلال بتراتيب الدعم تعلقت كيف كيف بالشفافية والنزيلة المعاملات وتعلقت بالمضاربة والاحتكار اليوم كيف حجزنا كميات هامة كميات كبيرة من المواد الغذائية المختلفة خلال نفس الفترة كان نعطيك بعض الأرقام وقدامي تقريبا أكثر من 420 طن من الخضار والغلال أكثر من 125 طن من السميد أكثر من 660 طن من الفارينة كيف عجين غذاء أكثر من 225 طن زيت نباتي تقريبا تم حجز 93 ألف وقارورة زيت نباتي كيف السكر 128 طن ضم محجوز واتبق تقريبا 295 ألف علبة نرجع لك تول برنامج شهر رمضان بتبيع نحن نعني مصالح المراقبة الاقتصادية تستعد منذ أشهر سابقة لشهر رمضان بتبيع نحن تم الاستعادل لشهر رمضان كما قلت عننا برامج رقبية خصوصية كيف قبل البرامج الرقبية عننا كيف كيف تكوين المخزونات من المواد الأساسية والاستراتيجية اللي يكثر الاستهلاك في الشهر رمضان اليوم نعطيك أرقام مثلا مادة البيض اليوم تقريبا تم تخزين حوالي 24 مليون بيضة وبش يتم الشروع في الانتلاق في ترويجها من يوم غد من يوم الأربع من يوم غد تقريبا 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 في ترويج كميات من البيض المخزن كيف علاوة على الانتاج الوطني من البيض المتوفر خلال شهر رمضان كيف عنا زادة لحوم الدواجن تقريبا فما انتاج بل 12500 تن خلال شهر رمضان معا تقريبا 850 تن من الدجاج المجمد كيف مادة تقريبا عنا 6500 تن انتاج شهري مع مخزونات من لحوم ديكريومي مجمد في حدود 600 تن كيف حليبا شراب تقريبا عنا مية 28 مليون لتر فاني هذا بالنسبة المخزونات نرجعلك بالنسبة البرامج الرقبية الخصوصية يعني شهر رمضان كما قلت نحن تقريبا باش نستهتف تقريبا مختلف الوحدات باش نستهتف تقريبا كيف خلال النصف الأول من شهر رمضان تقريبا المحلات التجارية خاصة الخضر والغليل يكثر عليها الاستهلاك تقريبا في شهر رمضان كيف كيف فضاءات الترفيه كيف يعني وشكور فيما حساس يومية مسائية وليلية لمراقبة المواد هذه وتصدي خاصة للتجاوزات السعرية والقيام بالأجراءات مشكور جدا سيرامزي ترابلسي على الحضور معنا في بلاتو هذا الصباح عطيتنا فكرة على الأسعار عطيتنا فكرة على انتظام التزاود وأيضا على المراقبة الاقتصادية المكثفة التي تقوم بها وزارة التجارة شكرا لك على الحضور نحن نواصل معكم صبحنا لليوم والحدث الأبرز اليوم تونس تلعب ضد مالي أكثر تفاصيل على اللقاء التي يجمع تونس مع نظيره المالي وإن شاء الله فوز مترقب لتونس إن شاء الله مع زميلتنا لمية الذوادي من مصلحة الرياضة تحاول أنه تعطيكم أكثر تفاصيل على الأجواء اليوم العشية وقعد لبس التنو المنتخب وأيضا معها ضيفة تحاول تعطيونا أكثر معلومات نعمل التحليل وأيضا الإفنمان على وقعها الآن تفذل المياه سبح النور سبح الخير إن شاء الله سبح الانتسار للمنتخب الوطني التونسي اليوم ضد مالي ثمانية ونص بملعب الحمادي العقربي بيراد إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي بعد الذهيب واحد صفر في مالي إن شاء الله اليوم الانتسار يكون للمنتخب الوطني التونسي وإن شاء الله يكون الترشح لسيدس مرة للمونديال لأول مرة في دولة عربية الدوحة 2022 أكثر تفاصيل على المنتخب على الطريقة اللي بشي يلعب بها المنتخب مع اللاعب الدول السابق حمدي المرزوق يلي بشي يكون معانا بالهاتف مزيل نرجعوا بعد بأكثر تفاصيل بالنسبة لي معك 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 مرحبا يسي حمدي وبككفر عايشك يفضلك نهاركم طيب عايشك إذن حمدي مباراة هام المنتخب بنتي لاعب دولي السابق مباراة كماليوم كيفاش تتلعب خاصة في تونس مع جمهور في ملعب رادس والله إن شاء الله زينة نقوله نحن إن شاء الله يعني اللي كتوار والترشح يكون من نصيبنا وتعرف في المقابلة هدايا ما فيهاش يعني نقوله نحن يعني مباراة تتربح ما تتلعبش يعني ما نش معنش من المهم انتعنا والهداف انتعنا كونه مش كونه كيف يتقدم مردود ومبعد في الأخر ما نترشحوش نحن حشتنا بالترشح قبل كل شيء ولا وإنه فهمت يعني طريقا نتعنا قاب مقابلة طيبة يعني الحمدولله والمتخب انتعنا في المالي وكان يعني في العطام طيعة وكان يعني بصراحة دفاعين خاصة كان يعني متميز اللي خلينا يعني نحاولنا وستجلنا يعني تسجل الهدف اللي بشي تمنات وخلينا في أريحية في ماتشرة دوتور طيبة حاليا طيبة الامور يعني قاعدة تبيدين يعني هاش ما آآ لا بيدين من المتخب المالي ولا بيدين أي فريق آخر الوضايا يعني طيبة ما صيرنا في دينا آآ نحاولوا كيفاش نكونوا يعني روح واحدة وقلب واحدة جرينتا واحدة آآ لي بشي من خرجوا يعني بسمة وبهجة للشعب التونسي بترشح أيها اللي نتنعو فيها عنا يعني مزيدة على الكأس العالم واشار الله فيه حمدي أكيد أنت لعبت كأس عالم كذلك الترشحات أكيد الجمهور يعني مباراة وقتل تبدأ في إرادس فرق كبير بين مباراة في إرادس إذا كان الأولاد قدموا أداء ممتاز في مالي كانوا أكثر حاضرين بدنياً وتكتيكين أكيد الجمهور بشيدز معاهم أكثر باتباعها عامل الجمهور عامل كبير يسر إذن الجمهور لعب نمرة 12 نحن نقولوله لازم أن الجمهور يكون كثافة كبيرة بشيدز مع المنتخب المتحدة اللي هو في حاجة لي في مقابلة كمها كمقابلة سهلة المقابلة اللي صارت في مالي أسهل من اللي بيش تكون توافيتون خاطرنا نعرف اللي منتخب المالي منتخب عانيد شوية وعندنا معانها سيد زمير خايدة في كمدافريك اللي خراني يقصر معها وحد جاي إن شاء الله هذا يعني ما يتعاوزش إن شاء الله يعني للولاد الكل يكونوا حاضرين وضيحنين وبجانين وتكتيكين هذا هو المهم وانا نتصور باتباعة الحال 80% يعني ما تراشح موجود الحمد لله حالين ما نتصورش يعني بيش نقاه واحد من الأولاد بشي بخل ولا بشي ما يقدمش مردود اللي يرضي بيها روح ويرضي بيه المتخدم يعني إن شاء الله يعني صراحة المقابلة متاع اليوم مقابلة مصيرية يعني بالنسبة لتونس كيم أنا اللي نشوفه آن اللي تار الفني أنشة قاعدة يعمل أو وآحق روح يا شي عم بدأ بالغ responsibilities على خاطر اللي آن المقابلة اللي صارت في 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 ما دا هي عندها متكتيكست معاين عندها دولوق معاينة ما ننسوش اللي 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 عمنا يعني كونتر تفعى روز ناجم تختلف الأمور هنا في تونس خاطر من طواب يعني يكون العدد متكامل وتكون يعني تصير تغييرات ناجم تكون تصير تغييرات في المتخاب المالي يجب أن نكونوا حذيرين ونعرفوا نكونوا كثيرا مسيطرين في المقابلة خاصة في المتابعة من الأول يعني هذه بداية المباراة اللي هي مهمة يصل يعني ذهنيا يجب أن نحاول كيف نكونوا ركزين وعارفين ما قاعدين نعملوا بالضبط هي حمدي وصلتنا حمدي المرزوقي طبعا لاعب الدولي السابق موجود معانا على الهاتف الأزدالي وصلتنا من الكواليس خاصة بعد الندوة الصحفية تدريب الأخير أجواء طيبة في المنتخب معنويات مرتفعة فمزو الصور حابيت نركز مع عليهم معاك خاصة لاعب دولي السابق البارح راضي الجعاي دي هو متواجد بالنزل في تاربوس كان زار المنتخب واللاعبين متاع التراجي وكذلك لاعبي المنتخب كذلك رئيس النادي الأفريقي كان متواجد يعني تحس ما فماش تراجي أفريقي بقدر ما الأجواء هذه على برشا ما شفناهاش وأنه الناس الكل متكاتفين مع المنتخب بلا تونسي رأيك فزو الصور هذي اللي قلت هالك راضي الجعاي دي اللي تحول لقاء المنتخب وكذلك رئيس النادي الأفريقي والله الصورة جميلة يسر ما الدول كانت على حاجة واحدة اللي حب الوطن والانتماء للتونس يعني حاجة واحدة فماش توا حاليا الفرق ما بين ترجل تونسي ولا النادي الأفريقي ولا ناجم النادي الساحلي كنا يعني توا تونس تونس واحدة ويد واحدة وخموا يعني خطر ترشح هذي بشيكون يعني الوبجيكتيف انتاعه والغنيمة انتاعه نقوله نحن يعني للتونس يعني والشعب التونسي اللي سنة في بهجة كبهجة يعني عنده مضي حد يفرح بالمنتخب انتاعه أنا الصراحة نشكر أنا راضي جعادي نشكر يعني سنة في يوسف العلم اللي تويدوا عديك باش يحاولوا كيفاش يعني يكونوا بيسوتيان يعني للمنتخب انتاعنا او الليعبين انتاعنا باش يوريوا ولي كونهم يعني تونس كنا معاهم وكيرات التونسية كل معاهم يعني كورة القدم وكورة السلة وكورة اليد يعني يعني يراوا حطوا في بينهم ليمس الكل رانا ارانا معاهم ويبشتار شنو بارات حمد؟ والله شو كولت لانتاع بشنتفرس لذولي بشنتفرش عن الحوار في الحوار التونسي عندي معاهم يعني معاهم لانه تساكروا فيه وبرشا ما فهميش التذكر حبيت نختم معاك بالحديث عن التذكر المباراة شكرا لك حمدي المرزوقي ان شاء الله زين المنتخب شكرا لك ان شاء الله ان شاء الله لأبواب اذا نكمل على المنتخب بالنسبة لغلق الأبواب ذي حسب وزارة الداخلية بشيكون لسبعة ونص يعني ساعة قبل المباراة الإعلاميين ينجموا يتحاولوا بطاقة الصحفية لأداء طبعا المهمة متاحهم فتح الأبواب بشيكون قبل بستة ساعات من المباراة الأطفال طبعا الدخول متاحهم مجاني لكن معاهم مرافق عندهم لتذكرة هكا ان شاء الله نختموا بالمنتخب الوطني التونسي ما تنسيوا شما بلاتو خاص بالنسبة للتلفزة الوطنية مصلحة الرياضة من تقديم محمد علي البوزقر ومع كامل الفريق مصلحة الرياضة بشي قدم لكم أول بأول متابعة لكل تفاصيل وكواليس المباراة وهما بعد المباراة تقعدوا على الوطنية الأولى هكا نختم معا المنتخب الوطني التونسي الرحب بضيفي بتيت عليك شوي سيموراد ستا مرحبا يا سيموراد مرحبا بفضلك شكرا على الاستضافة وإتاحة الفرصة لتقديم النشاط الرياضي صلب المؤسسات الجامعية إذن سيموراد ستا متفقد أول مشرف على القطاع الرياضي الجامعي فما دورة هو مهرجين رياضي بالجامعة التونسية هاو نقدم اللفيش متاع الدورة فما ستة اختصاصات كانت تفسرنا التظاهرة هذه اللي تم لأول مرة بكلية العلوم الإنسانية بتونس بطبيعة على غرار ما نقع مع جامعة تونس المنار دونك اليوم معناتها بعد جلسات عمل مع رئيس جامعة تونس معناها تم تحذير المهرجين هذية لأنه مهرجين بيأتم معنا الكلمة باش النجموا معناتها انحفزوا أكثر طلباً تعنا وحتى العمل اللي هم نصيب معناها والأعوان صلب المؤسسات الجامعية في المهرجين الوطني هذية خليني يقول للمهرجين الوطني باش يضم ستة رياضات تلاثة جامعية وتلاثة فردية أتوقع دمها كورت القدم، الطايرة، كورت السرعة، كورت الريشة، تونس الطاولة والبيسبول ذكوراً وإناث ذكوراً وإناث بتبيعة معناها باش تبدأ بالصبحية إكزاكتب مع العشرة بتاع الصباح معناها التصفيات ثم النهائيات باش تكون تقريباً مع نصف النهار ونصف ذكروا بالموعد نهار الخميس 31 مارس 31 مارس بتبيعة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس جامعة تونس خليني نقول اللي استضفنا زادة معناها مؤسسات جامعية تابع الجامعة تونس المنى وجامعة كارتاش دونك أكيد الرياضة في القطاع الجامعي عندها خصوصية كانت تفسرنا أكثر خاصة من النواحي اللعبة أو كذلك النواحي القانوني هو في الحقيقة ما نجموش نحكيه على القطاع الجامعي مغير ما نحكيه على معناها خصوصياته حتى صلب ولاية تونس وإكزاكتما المندوبية الجاوية للشباب ورياضة بتونس لهيك أنه تم إليه ومعناها الأهمية اللي يستحقها وذلك بتخصيص دائر التفقد للنشاط صلب المؤسسات الجامعية وهذا علاش لأنه معناها على العدد أولاً المؤسسات الجامعية اللي هم معناها 39 مؤسسة جامعية ينشطوا فيهم معناها تأثير 92 أستاذ وأستاذة دونك عملنا لهم دائر التفقد كاملة نحب أن نقول اللي رأوا مهوش سهل مهوش سهل باش نجمو معناتها على غرار ما يقع في الابتدائي والأعدادي والثانوي باش يكون فما نشاط مقنن في صلب المؤسسات الجامعية لأنه المتطلبات وحتى الجداول الأوقات في المؤسسات الجامعية مختلفة وهذا يلزنا الاستراتيجية اللي وضعناها مع الفريق البيداغوجي علاش قلت لك قعدت جلست مع رئيس جامعة تونس المنارسي مواش شفرة قبله مع سي حبيب سيدهم جامعة تونس ووضحنا رؤية واللي يلزمها تكون موجودة إن شاء الله في المؤسسات الجامعية وهذا تلبية حليني يقول انتظارات لأنهم هما نقطة البداية ونقطة الوصول بطبيعة النشاط ما ينجم يكون كان نقصد النشاط الرياضي ما ينجم يكون كان تنشيتي شمعناتها تنشيتي نبعده أكثر ما يمكن على الرياضات مش نبعده هي موجودة رياضات الكلاسيكية على غيرار الفوتبول، الهندبال، البسكتبول، والفوليبول فما رياضات أخرى اللي حب يحبذها اليوم الالتوديان ديجور دوي كما الجامعات معنا في الجامعات الألعاب الإلكترونية وإلا رياضة ريشة كما شوفنا ولا البدميطان وسبيتبول رياضات المستحفة المستحفة، دونك ذو ما احنا اللي بيولم الحاجات نحن بإن انكتة ان ديبوت داني ومعناها ونحاولوا لماكسيمان بوسيبل هو يونه الهدف؟ الهدف هو التقع في الحياة الطلابية التوازن التوازن من الناحية الرياضية ومن الناحية الثقافية وهذا يجرنا بيانسور على توسيع احنا الهدف الأسماء هو توسيع قاعدة بطعاتي نشاط رياضي تعرف اللي في تونس قاعدين قدموا 17% من اللعبو يعملوا إن اكتفيته سبورتيف مثلا لو كان ناخدو فرنسا مثلا 64% 64% معنا مزلنا بعاد شوية رغم اللي احنا قاعدين نتحسنو بانسور ديمة دينا نقولها ان دولار وقت اللي نسكفو على سبوري يقبحنا 10 دولار في السنتي وهذا حاجة مهمة يلزم غدوة الاتيديوناتنا اللي هو غدوة بشيكون انسيطوان يلزم يكون انسيطوان سبورتيف لأنه الصحة الجسمانية معناها هي صحة توتانيتاء هذا اجمالا نحب نرجع لو تسمح أخت لمية على التظاهرة دي التظاهرة معناتها وقف عليها من خيرة الأساد دا متاعنا وانا نقول القطاع الجامع يمراه ومعناها وفرناه وقاعدين وفرولو يلزم غدوة الانسيطوان جدا العملية نتكلم مناتها بشراوي حبيبة حمد سيمونير حيات الهدفي والمعنهاد 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 نحن أنساو سيدة لحمداء أو السيدة الجماعة أو السيدة لحمداء والسكرتير جنيروي والديركتور في كل الستابلسمن سوپيريور اللي هما إلقادر منخرطين في الفكرة ورؤية اللي احنا كنا وضعناها في الخصوصيات الجديدة متع تعطي رياضة الجامعية صلب المؤسسات الجامعية بعد الاتاب اللي بيش دي إن شاء الله هو بش نقضوا مع جامعة كارتاج وبعد في مرحلة أخرى نوليوا المباريات مبينتهم فما نقطة معناها نحب نذكرها في الأخر بالقول نختم بها هو رأوا هذي الكل والنشاط هذي الكل في غياب معناها نص قانوني يضبط مهام مهم جدا طبعا قانوني لأي تظاهرة مش حتى التظاهرة هو الانسانيون صلب المؤسسات الجامعية لأنه هذي خصوصيات أخرى معناها ماهيش ابتدائي وثانوي وأعدادي وثانوي هذه خصوصيات أخرى هي شبه الشراكة ماذا بينا تتقننو حان الوقت اليوم هيئنا الأرضية لتعاطي هذا النشاط حان الوقت باش نعملو نص قانوني يضبط مهام تاع الانسانيون معناها الفوز الفوز بتبيع الفوز يعني الترشح لنهايات قطر 22 اللي الناس الكل الناس الكل تستنى فيه فوه فواغ أنا نقول في الأخر بالكل كرياضي فوه فواغ بيسو يختار مازلنا نلعبه عملنا 50% من الهدف مازال 50% اللي هما أهم من 50% اللولانين وحظ وافر للمنتخب التونسي ولكل التونس شكرا لك سيموراد حظ وافر إن شاء الله إن شاء الله مربوحة بلغتنا المنتخب الوطني التونسي المباراة مقولة على الوطنية الأولى قبلها وبعدها فما بلاتو مصلحة الرياضة مع زميلي محمد علي بوزقر وكامل الفريق تقعد معنا على الوطنية إن شاء الله زين المنتخب وشكرا لكم ونرجع لك فاتمة ترجمة نانسي ترجمة نانسي يا ما زري حل البيبان حل البيبان وارضني وفرح بيان وانا شيدك يا سلطان آه يا سلطان صلى الحاجة مغضية يا ما زري حل البيبان حل البيبان وارضني وفرح بيان ونجيبك يا سلطان اه يا سلطان صلى الحاجة مغضية سمريكو سامة عرشها السامة فاستعلى السرعة يا مازري جيتك نجري جيتك نجري جبت بخوري في حجري يا ربي ثبت اجري ثبت اجري وامسح ذمعت عيني يا مازري حل البيبان حل البيبان واربني وفرح بيان ونجيبك يا سلطان اه يا سلطان صلى الحاجة مغضية سمريكو سامة عرشها السامة فاستعلى السرعة يا مازري مولى لبلد مولى لبلد مولى لحزاب في الاعياد وانا جيتك من الابعاد اه من الابعاد جيتك ما تخلي بيان مازري حل البيبان حل البيبان واربني وفرح بيان وانا جيتك يا سلطان اه يا سلطان صلى الحاجة مغضية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة